السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحكاية الخامسة بين نحلة وذبابة كانت ذبابة تبحث عن غداء ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت سرصورا داخله قال لها مرحبا بالضيفة العزيزة هنا أغذية لذيذة نسي أصحاب المنزل غطاءها خذي ما تشتهين أكلت الذبابة والسرصور حتى شبعا غنى السرصور ورقصت الذبابة فرحا فجأة داخل السرصور وانقلب على ظهره قالت له الذبابة انهض هل ترقص معي؟ لا أنا لا أستطيع قد أصابتني رشة مبيد للحشرات فزعت الذبابة وفرت من النافدة كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيدا وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الألم اقتربت منها وسألتها ما بكي؟ أجابتها بصوت مختنق كنت أنا وصديق السرصور ننتقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخذر طازجة فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فماث السرصور ففزعت وهربت بصعوبة وأنا الآن أحس بوجع شديد أنقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانتظر قليلا وستشفين رأت فراشة ضريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها أتركيها إنها ذبابة قدرة تؤذي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراتيم والمكروبات من المزابل إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها فإنها لا تستحق المساعدة ردت النحلة سأعالجها لعلها تبتعد عن القاذورات سأعالجها